من هنا نرصد الدمار الهائل الذي حل بمناطق شمالي القطاع من هنا نرصد بيت لاهية، بيت حنون، جباليا على حد أبعد بحسب Wall Street Journal تتحدث عن أن 70% من منازل القطاع وعددها نحو 440 ألف منزل دمرت أو تضررت جراء هذا القصف العنيف في إطار الحرب المتواصلة منذ 85 يوما تقديرات الصحيفة التي أيضا نقلت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن إزالة الأنقاض من قطاع غزة سوف يحتاج ويستغرق أكثر من عام عام كامل على الأقل وأن إعادة إعمار قطاع غزة سوف تستغرق من 7 إلى 10 سنوات أخرى لإعادة بناء المباني والمنازل التي دمرت وبالمناسبة التكلفة الترميم وإعادة الإعمار تقدر بنحو 3 مليارات ونصف دولار وعمليا التقرير يرصد أن هناك أضرار لحقت بالمدارس أكثر من ثلثين المدارس دمرت أن أيضا ثمانية مراكز طبية ومستشفيات فقط تعمل من أصل نحو 40 مركزا صحيا ومشفا هذا في سياق تقرير رصد الأبعاد لأضرار وللدمر الذي لحق بالقطاع على مدى أيام هذه الحرب التي كنا قد ذكرنا سابقا بأن الجيش حتى يشتكي ومنزعج من عدم وجود قرارات لدى المستوى السياسي وأهداف لدى المراحل المقبلة من هذه الحرب بات يشتكي الجيش من خلال الصحافة الإسرائيلية عن عدم وجود أي قرارات وأهداف مستقبلية لهذه الحرب لدى المستوى السياسي في إسرائيل وفي إطار هذه الحرب نشير إلى أن هناك خلافات ما بين إسرائيل والإدارة الأمريكية التي يصل وزير خارجيتها في نهاية الأسبوع الأول من يناير المقبل ليستمع من الإسرائيليين عن إجابات لأسئلتهم ولأسئلة الأمريكيين حول موعد الانتقال للمرحلة الثالثة من هذه الحرب المرحلة الثالثة التي تم الحديث عنها بأنها سوف تشمل إطلاق صراح وتسريح لعشرات الألاف من القوات الاحتياطية وأنها سوف تعتمد على قوات نظامية وأن القتال فيها والمعارك فيها سوف تكون جراحية بحسب الوصف الإسرائيلي الأمريكي جراحية أي دقيقة أكثر القصف يكون عشوائي أقل مع العلم بأن التقارير ترصد بأن خلال هذه الحرب أطلقت إسرائيل مالة قل عن 30 ألف قنبلة على أهالي قطاع غزة الذين 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال في إطار هذه الحرب المدمرة بالتالي هناك إقرار إسرائيلي بتعثر في تحقيق الأهداف هناك اهتمام بالغ بالتحقيق الذي أجرته أيضا نيويورك تايمز جمال ويتحدث عن عدم تأهب حالة نقص أصلحة حالة عدم جهوزية وفوضى عارمة لاحقت يوم السابع من أكتوبر في صفوف الجيش الإسرائيلي وأنه أصدرت التعليمات من مقر وزارة الأمن في تل أبيب بعد أكثر من ساعة على الهجوم وأن هؤلاء الجنود والضباط كانوا يعتمدون على تطبيقات الواتس آب والتليجرام من أجل استهداف أهدافا على الأرض والتواصل فيما بينها اشتركوا في القناة